هذه أبرز العناوين خليل زيتش يرفض العودة رفقة الأصود إلى غينيا قبل الكان خبر عاجل مدرب المغرب خليل زيتش يضم لعبين جديدين إلى معسكر المنتخب المغربي رسميا بعد حضوره أساسيا رفقتها تايسبور غياب المحمدي عن لائحة خليل زيتش بداعي الإصابة يثير الاستغراب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس خليل زيتش يرفض العودة رفقة الأصود إلى غينيا قبل الكان رفض الناخب الوطني واحد خليل زيتش إقامة تجمع إعدادي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بغينيا قبل المشاركة بكأس إفراقية للأمم التي تصدف الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين وكشف مصدر جامعي مسؤول أن المخاوف من فيروس كورونا دفعت الناخب الوطني واحد خليل زيتش إلى الاكتفاء ببرمجة تجمع إعدادي قصير بمدينة أغادير قبل شد الرحال إلى الكاميرون في الثاني من يناير 2022 واقترحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الناخب الوطني تنظيم تجمعين تدريبين إعدادي بغيني الاستوائية التي يشبه مناخها الأجواء الموجودة في الكاميرون إلا أنه رفض ذلك وتجبت بالاستعداد في المغرب يشار إلى أن قرعة كأس إفراقية للأمم التي تصدف الكاميرون أوقعت المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبة غانا وجزر القمر والقابون يشار إلى أن المنتخب الوطني سيجري مبارتين رسميتين في الشهر الجاري أمام كل من منتخبي السودان وغينية برسم الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم قطر علما أن المنتخب الوطني ضمن تأهله إلى مباراة السد في الجولة الماضية خبر عاجل مدرب المغرب خليل الزيتش يضم لاعبين جديدين إلى معسكر المنتخب المغربي رسميا أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استداءة وحيد خليل الزيتش مدرب الأصود نجمين جديدين إلى معسكر المنتخب الذي ينطلق يوم الاثنين وقال الاتحاد في بيان رسمي أن خليل الزيتش استدعى تنائي محمد الشيبي لعب الجيش الملكي وزكري أبو خلال مهاجم ألكمار الهولندي وينطلق معسكر المنتخب المغربي اليوم والاثنين بمركز محمد السادس بسلا استعدادا لمواجهتي السودان وغيني يوم الثاني عشر والسادس عشر من الشهر الجاري بالتصفية الإفرقية المؤهلة إلى كأس العالم ولم يكشف الاتحاد في بيانه عن أسباب استداءة تنائي رغم خلوي القائمة المعلنة الخميس الماضي من اسميهما وذكر موقع كورا أنه من مصدر بالاتحاد المغربي فإن استداءة تنائي جاء بقرار من خليل الزيتش بهدف تعزيز القائمة بعد حضوره أساسيا رفقت هاتي سبور غياب المحمدي عن لائحة خليل الزيتش بداع الإصابة يتير الاستغراب أتار الحارس الدولي المغربي مونير المحمدي الشكوك والأسئلة الجماهيرية بعد ظهوره يوم أمس في مباراة فرق هاتي سبور التركي في الدور المحلي علما أنه غاب عن لائحة الأصود المستدعات لمواجهة السودان وغينية بداع الإصابة وشارك المحمدي في مباراة أمس بشكل أساسي أمام موظيفه أدانا سبور لحساب الجولة الثاني عشر من الدورة التركية الممتاز وخلال تقديمه للائحة الرسمية المستدعات لمواجهة السودان وغينية قال الناخب الوطني وحيد خليل الزيتش أن غياب المحمدي يعود بالأساس لمعاناته من الإصابة وانهزم هاتي سبور التركي بهدفين دون رد بحضور رسمي كذلك للدولة المغربية وفي الآخر أيوب الكعبي على أرضية ملعب فايف أوتشاك بأدانا تركيا يذكر أن هاتي سبور يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب العام برسيد 23 نقطة على بعد سبع نقاط من المتصدر تربزون سبور بعد مرور 12 جولة صحيفة سبورت الكتالونيا أخماش يطرق باب الفريق الأول لبرشلونا تشافي معجب بأدائه ويريده لتغطية غياب اللاعبين المصابين قالت صحيفة سبورت الكتالونيا أن اللاعب المغيبي إليس أخماش قد يلتحق أيضا بالفريق الأول لبرشلونا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة لينضم إلى مواطن عبد صمد زلزولي والذي شارك كبديل في مبارتين متتاليتين بالليغة وعنونة الصحيفة بعد تألق الجناح الأيمن المغربي بشكل لافت في مباراة الفريق الثاني لبرشلونا ضد إشبيليا إليس يبرج نفسه ويطرق باب الفريق الأول بسبب كثرة الإصابات وأوضحت ذات المصدر أن المدرب الجديد لبرشلونا تشافي هرنانديز والذي تابع تألق أخماش وبقية رفاقه ويجب كثيرا بأداء اللاعب المغربي البالغ 17 عاما ومن المحتمل جدا أن يلحقه بتشكيلة الفريق الأول لتغطية الغيابات الناجمة عن تجدد الإصابات لدى أبرز نجوم الفريق كالفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني أنسو فاتي يشار إلى أن المدرب السابق لبرشلونا رونالد كومان استدعى إليس أخماش للمشاركة في الفترة التحضيرية للموسم الحالي إلا أن إصابة اللاعب فيروس كورونا حرمته من تحقيق حلمه غزلان شباك تكشف قصة بدايتها مع الكرة وتؤكد أريد أن أفوز بكأس إفريقيا استهل النادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية مشواره في أول بطولة دور أبطال إفريقي للسيدات المقام حاليا بمصر استهلها بفوز كبير بثلاث أهداف لسفر على ريفرز النجيري في القاهرة مع تسجيل سناء المسعود لهاتريك في حين كانت القائدة غزلان شباك بدورها وراء ثلاث تمريرات حاسمة وكشفت لعبة ممثلة الكرة المغربية غزلان شباك في تصريح للموقع الرسمي للكونفيدرالي الإفريقية كاف عن قصتها من اختيار كرة القدم وقيادة فريقها إلى أول دور أبطال السيدات على الإطلاق في القارة الصمراء وقالت غزلان بدأت لعب كرة القدم عندما كان عمري 8 سنوات إذ كان والدي لاعب كرة القدم محترفة وقد ألهمني كثيرا ثم بدأت ألعب مع الأولاد في الشوارع مثل الجميع وبعدها ذهبت للعب في فرق بالحي الذي أسكن به الحصول على ثلاث تمريرات حاسمة في مباراة واحدة لم يكن شيئا جديدا على غزلان التي تتألق دائما في المنافسة المحلية حيث قالت لقد اعتدت على الحصول على جائزة أفضل لاعبة أو أفضل هداف كل موسمة لمدة 9 سنوات حتى الآن وهذا يجعلني أشعر بالفخر ووصلت إنه يتوج جهودي ويساعدني على المضي قدما وكشفت عن أحلامها في مسيرة الكروية قائلا أريد أن أفوز بكأس الأمم الأفريقية للسيدات مع المنتخب المغربي فهذا يعني تحقيق أكبر أحلامي وعندما سئلت عن اللعب في دور أبطال السيدات مع نديها قالت غزلان لم أصدق في البداية عندما سمعت أنه سيكون هناك دور أبطال السيدات هذا شيء عظيم بالنسبة لي خاصة في حياتي كلاعبة كرة القدم ومن الرائع أن يكون اسمي مكتوبا في التاريخ مقترنا بهذا الأمر لدأمل أن نشجع الصورة التي تناسب هذه البطولة ونادين العظيم الجيت الملكي كما أرسلت غزلان رسالة مؤثرة إلى جميع الفتيات الصغيرات وقالت كطفلة وجدت دوما صعوبات في مواكبة كل من كرة القدم وتعليمي خاصة أنه في أيامي لم تكن هناك برامج تدعم الرياضة بالتعليم كما هو الحال الآن لذلك كان علي أن أختار كرة القدم على كل شيء آخر ما زلت أحط الفتيات الصغيرة على التمسك بكل ما يحبونها ويرغبن في اللعب ولكن عليهم الاهتمام دائما بتعليمهن أيضا لأنه لا يقل أهمية ترجمة نانسي قنقر